كيان الطفل أكثره عاطفي أكثر من الجانب العقلي هكذا الطفل إذا دخل على أناس تجد مثلا يشوف نظراتهم يحس التفاتاتهم أكثر مما يسمع الكلام الأطفال في مجتمعنا وفي حياتنا نعمة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لولا شيوخ ركع وشباب خشة وصبية أو أطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب الإنسان يعرف أن وجود الأطفال فيما بيننا رحمة هذا شعور مهم جدا تحكي لنا هذه أم خالد جاءت وهي طفلة صغيرة وكانت فيها في الحبشة مع أبوها لما جاءت كانت لابسة ثوب أصفر قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي سنة سنة يضحك معاها صلى الله عليه وسلم يكلمها باللهجة الحبشية لأن البنت تربت في الحبشة وكانت أعرف الكلام الحبشي قالت فقمت ألعب بخاتم النبوة خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم شامه دخلت يدها وسط ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره جالسة تلعب بخاتم النبوة قل فزجرني أبي غضب أبوها حيث تلعب بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها ثم دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألبسي وأقلقي ألبسي وأقلقي يعني دعا لها بطول العمر أنها تلبس ثياب حلوة وإلين تقلق وتصير قديمة وجديدة إلين تقدم وجديدة يعني دعا بطول العمر هذا الموقف لو فكرنا فيه كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأطفال هذه الرحمة وهذا الاستيعاب لأنه يعرف أن الطفل عنده فضول يبغي يكتشف، يبغي يلعب، يبغي يشوف إيش في الحياة هذه سنته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع الأطفال عليه الصلاة والسلام كثير عندنا في المجتمع الطفل مثلا يكون في طابور يدفوه يكونوا يبغي يشتري ما يبالوبوا لا البايع ولا المشتري ولا الناس ما يبالوبوا في الطابور في الطريق في الشارع حظ الطفل ما له قيمة النبي صلى الله عليه وسلم قيم هذا للأطفال لما كان يشرب الماء وكان عن يمينه عبد الله بن عباس طفل يعني أقل من عشر سنين وبجنبه إلى اليسار أبو بكر ومعاه كبار الصحابة وكان من سنته أن يعطي الكاس اليمين فقال لابن عباس يا ابن عباس يا عبد الله تأذن أن أعطي هالكاس لأبي بكر قال لا رسول الله ما أوثر أحدا بسؤرك أنا أريد أن أتبرك أن أشرب بعدك فناول الكاس لابن عباس طفل صغير أعطى قيمته أعطاه وزنه الدور عنده خلاص هو يستحق وإن كان هو طفل طريقة كلامه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال جعل الأطفال شيء كبير أتعم أنه الطفل يلعب مع الطفل هكذا بشيء من الكلمات المضحكة نحن أحيانا نمر على الأطفال نمزح معهم حتى الطفل نفسه يستغرب يقول إيش بهذا يجالس يتمسك طفل واحد عمره وعشر سنين وسيطل واحد يمسك خده ويضحك معاه كأنه طفل صغير الطفل نفسه ما يتقبل هذا من الكبير النبي صلى الله عليه وسلم كلم عبد الله بن عباس إيش قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك هذا الحديث العظيم إذا توكلت فتوكل على الله إذا استعنت فاستأن بالله وعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا يا ابن عباس سمعه من النبي وهو دون العشر سنوات طفل صغير جدا كما قلنا أن الأطفال عجينة طرية تتشكل وصفحة بيضة ينقش فيها كل شيء الطفل يؤثر فيه مجالسة الصالحين الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن نجعل أولادنا وأولاد المجتمع يجالسون العلماء أهل العلم ينبغي أن يكون الأطفال موجودين في مجالسهم والآباء والأمهات ينبغي أن يرسلوا أطفالهم فهذا من أعظيم سنن نبينا صلى الله عليه وسلم من أعجب الأشياء التي يقف عندها الإنسان في تعامل النبي مع الأطفال أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الأطفال البيعة اللي هي أش أكبر شيء بايع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنوات طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال الذي يخطئون الطفل لا بد أن الطفل يرتكب أخطاء يعمل أشياء غير لائقة أحياناً هو طفل أصلاً كثير مننا ما يتقبل أخطاء الأطفال أحياناً أطفاله أو أطفال الناس الثانين ما يتقبل أخطائهم ربما يغضب يعصب يمكن يضرب أو يشتم الله سبحانه وتعالى ما حاسب هذول الأطفال قال عشان نحن نحاسبهم أصلاً مر النبي صلى الله عليه وسلم وجد طفل يرمي نخلة بأحجار فقال له يا أبني لا ترميها لأن هذا ممكن يضر وممكن كذلك يضر النخلة ويضر الناس لكن كل مما في الأرض أشبع الله بطنك علمه ونهى عن الشيء المضر ودعا له أن الله سبحانه وتعالى يشبع بطنه ويكفيه رجاءنا إذا تعاملنا مع أطفال المجتمع من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تغرس فيهم السنن وهم يحبون أخلاق وسنن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيكون مجتمعنا كبارهم وصغارهم متصلين بأسلاك وأنوار آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر